سنذهب إلى فقرة جديدة ونحكي فيها أكثر عن التكنولوجيا والتعلم أكيد سلمة، سنحكي أكثر عن العالمة والتطورات التكنولوجية الحديثة التي ساعدت بإحداث تقدم كبير بمجالات الحياة وخصوصاً مجال التعليم هذا الشيء أكيد أدى لظهور أنواع عديدة من التقنيات المستخدمة بالمستوى التعليمي والتربوي إن كان بالجامعات والمدارس فضروري من الطلاب أن يكونوا مواكبين هذه التقنيات أكثر لتحسين المستوى التعليمي وتسهيل التواصل والتفاعل بين الطلاب والمعلمين لتطوير قدراتهم ومهاراتهم فإذا اليوم مهم يا سلمة أنه دمج التكنولوجيا بالتعليم صحيح يا هادي وفي دراسات كثير عملت عن هذا الموضوع وخصوصاً بأنه بعض هذه الدراسات قالت أنه في عنا ست تقنيات للتعلم من خلال التقنيات الحديثة البعض قال في عنا طبعاً تعلم الواقع المعزز والبعض قال في عنا التعلم الكتروني والبعض استخدام تقنيات اللي خلينا نقول الألواح التفاعلية وأيضاً كثير من الأنواع التقنيات اللي بتدخل فيها الحالة الرقمية بالعموم كل هاي التقنيات وأساليبها وكيف ممكن الاعتماد عليها والاستفادة منها حسب التعليم الحديث هذا الموضوع رح نحكي فيه أكثر مع دفنا اليوم بالستوديو الأستاذ الدكتور طارق الصاتي وهو اختصاصي بالمعلوماتية صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك كي ساد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك بداية دكتور خبرنا عن أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة بمجال التعليم هلأ طبعاً يعني التقنيات الحديثة مثل ما تقدلته ساهمت بزيادة يعني تحسين عملية التعليم بشكل عام هلأ من التقنيات الجديدة في عنا الواقع الافتراضي واحدة من التقنيات الكثير مهمة خلينا نقول واقع الافتراضي والتعليم الافتراضي دائماً فيه خلط يمكن اليوم خلال اللقاء منوضح شو الفرق بين الواقع الافتراضي والتعليم الافتراضي اعنا الواقع المعزز الواقع المعزز يعني هو شيء شبيه بتتموج بين الواقع وبين يعني خلينا نقول الواقع الافتراضي هو إن أنا صمم ب أفتراضية بشكل كامل يحسن المتعلم يستفيد من الإمكانيات اللي انا بحطة في هذه الواقع الافتراضي اما الواقع المعزز بيكون عندي في شي حقيقي من خلال الواقع المعزز فيني أنا خلي يجرب تجربة مثلام وضع جسم تشريحي ببعض الأدوات بحسن أشرح عنه فهي دمج بين الحقيقة والخيال أو الأفتراض في عنا مثل ما تفضلتوا أجهزة الإسقاط، البروجيكتورز في عنا الألواح التفاعلية اللي من خلالها ممكن التطالب بيستفيد أثناء الدروس أو أثناء الحصاص ممكن نعمل كوزات، ممكن بدل ما يستخدم وراء أو ألم يستخدم الألواح التفاعلية في عنا الشاشات الزكية، الشاشات الزكية تعطي قدرة للمدرس والمعلم بحيث أنه يكون عملية شرح المادة العلمية أسهل السرعة يعني إذا بنرسم رسمي على اللوح بجوز داخل من المدرس خمس دقائق أو عشر دقائق بالشاشات الزكية صار عنده قدرة أنه يحرك العناصر يحرك الأدوات بشكل يعني يكون محبب للأطفال لحتى يحسنوا يستقبلوا المعلومة بشكل صحيح طبعاً في كثير من التكنولوجيا اللي دخلت بمجال التعليم منها أنه نعمل شيء اسمه هايبرد تعليم يعني واقع وافتراضي أنه أنا ممكن المدرس يعطي دروس أونلاين ببعض المراحل أثناء عمليات التعليم اليوم من التكنولوجيا بعمليات التعليم هي هالمواد العلمية اللي صارت منتشرة على الانترنت صار المتعلم قادر يفوت يبحث بالانترنت يحسن يشوف مادة علمية حول موضوع معين يعني حتى أنا مثلا مع أطفال كتير باستخدم هذا الاسلوب شو يعني هاي بابا فروح الانترنت عميل سير شوف فيديو على اليوتيوب حاول أنك تتعلم فكمان الانترنت اليوم من التكنولوجيا اللي كتير مهمة أنه نحن نعلم الأطفال كيف يستخدموها لحيث أنه تفيدهم بتعليمهم أكيد دكتور اليوم في كتير مجالات بالعموم أدخلت التقنيات الإلكترونية ضمن عملها إن كان مننا مثلا أيضا وسائل الإعلام اليوم أصبح المجال الافتراضي أو التقنيات الإلكترونية موجودة بكل شي حسب التخصص ودائما بينطرح هذا السؤال هل هذا الواقع الجديد اللي يفرض نفسه عبر التكنولوجيا قادر أنه يلغي الواقع التقليدي اللي كان موجود يعني اليوم أنا إذا مدرس ما عنده إمكانيات الألواح التفاعلية أثناء التعليم هل هو إلغى الواقع القديم أو التقليدي من خلال كتابة أو أعطاء المعلومة بشكل عادي؟ هلأ طبعا يعني نحن ما فينا شي نقول الواقع الافتراضي هل ممكن يحل محل الواقع خلينا نقول التعليم العادي؟ تقليدي يعني خرجت أطباء وخرجت مهندسين وخرجت علماء فبالتالي نحن وقت من ندخل مثلا الأساليب الحديثة بالتعليم ما الهدف أنه نحن نلغي الأساليب الأديم أو مثلا ببعض الأماكن بجوز ما تكون عندهم هالقدرات أنه نحن ندخل التكنولوجيا فيها فهذا الشيء ما بيلغي أنه العملية التعليمية مستمرة وتكون صحيحة ولكن بتسهل على المتلقي استقبال المعلومة أو يمكن كل عصر له أدواته اللي بتشبهه تماما تماما يعني هي الفكرة وقد نحكي عن أنماط التعليم أو أنماط التعلم الطلاب ضمن الصف الواحد هن مختلفين بين بعضهم وبعض بطريقة استقبال المعلومة فدائما نحن نحن نحكي عن أنماط التعلم في أطفال أو في متعلمين هن نسميهم بصريين يعني هذا الشخص بيحسن يستقبل المعلومة من خلال النظر من خلال الصور من خلال من سميه الانيميشن أو الميديا تمام فهذا الشخص من سميه بصري إذا حطيناه مثلا حطيناه له شريط كاسة مثلا قاعد عم يسمع تسجيل ما بيحسن يستوعب لحتى يشوف صورة هناك متعلمين على خلاف ذلك يعني هن بسمون سمعيين يعني إذا هو ما سمع يعني في طلاب تلاقيه نايم هيك قاعد نايم بس إذنه شغالي فهذا الشخص عمليات استقبال معلومة بالنسبة لأله مختلفة عن البصري في عندنا أنماط تعلم مثل الأنماط الحركي يعني فيه أو الحسي فيه أطفال ما بيتعلموا لحتى يجربوا بإيدهم هذين بيحبوا المخبر مثلا منزلوا على مخبر فيزيا بيحبوا مخبر فيزيا بيحبوا يلمسوا الأمور رحلة ترفيهية بيينبسطوا فيها هذين يحركيين نوعا ما فبالتالي أنماط التعلم ووسائل التعلم اتطورت لحتى نحسن نغطي أكبر قدر من أنماط التعلم بحيث أنه نحسن نحسن نوصل للمعلومة بطريقة صحيحة ويستوعبها المتلقي بشكل صحيح يعني اليوم وقت بيكون في عندي وسيلة أني أنا يكون عندي مادة علمية عبارة عن فيديو فيديو هذا بيغطي المتعلم البصري والمتعلم السمعي ليش لأنه هذا الفيديو بجوز أنا حط فيه صوت فالمتعلم البصري من خلال الانيميشن اللي موجودة بهذا الفيديو قادر أنه توصل له المعلومة والمتعلم السمعي كمان من خلال الحديث اللي عم يحكيه فقادر أنه نوصل له هاي المعلومة فبالتالي تطور وسائل التعلم هاي بتعطينا ميزة أنه نحن نحسن نوصل لأكبر قدر من شريحة الطلاب والاختلاف في أنماط التعلم بين الطلاب بس هذا ما بيضغي أبدا أنه نحن إذا ما كان يعني إذا أخذنا الطرق التقليدية بالتعلم فهذا الشيء ما هيكون له مفعول سلبي ولكن ممكن إذا استخدمنا الوسائل الحديثة بالتعلم يكون له مفعول إيجادة تمام دكتور يعني خلال جائحة كورونا تعطلت العديد من المدارس والجامعات بسبب هذا الموضوع فينا نقول أنه ظهرت تقنية التعليم عن بعض خلينا نقول كيف كانت تجاوب هاي التقنية سواء بالجامعات وخصوصا يوم في صعوبات كتير إن كانت بالكهرباء أو بأعداد الكوادر المؤهلة هلأ خلينا نقول التعليم عن بعض والتعليم الافتراضي كان موجود سابقا بس فعليا جائحة كورونا أعطت أهمية كتير كبيرة لهذا التعليم بحيث أنه يعني إن كان المدرس ولا الطالب اتجه بهذا الاتجاه بحيث أنه يعني يكون عنده بديل عن التعليم التعليم العادي هلأ هي هاتت تعوت للطالب أنه يحسن يطلق الدرس من خلال مثلا الجلسات الأونلاين اللي عم بتصير وهذا الشيء يعني يختلف شوي نموذج التعليم عن الطلاب يعني اليوم فيه كتير طلاب منقلهم يعني مثلا فيه درس آه طبما ممكن يكون أونلاين لي لأنه يعني فات التجربة عاش التجربة لأنه فيه ميزات كتير للتعليم أونلاين كان هو ملو يعني مو متضحة بالنسبة لأله فخلى مجتمعيا شوي يكون في عنا ثقافة أنه يكون التعليم أونلاين وإلا أنه جامعة الافتراضية السورية من 2003 موجودة وأنا مثلا شخصيا كنت من 2009 بالجامعة الافتراضية وكنا ندرس بس فعليا يعني الطلاب نوعا ما كنا نحسن شوي يعني متحفزين أنه أنا شلون بدي أتعلم أونلاين شلون بدي أحكي مع الأستاذ شلون بدي أتواصل مع رفاءتي بس أول فصل تاني فصل تلاقي أنه هو حسن يسيطر على هذا النموذج هذا الشيء اللي عملته هجاء أحد كورونا أنه هي فتحت العين على التعليم الأونلاين واليوم صار تير شائع نحن نشوف نقول شيء أساس حتى صار في مدارس افتراضية يعني اليوم بوزارة التعليم وزارة التربية عفوا طرحة المدارس الافتراضية والمدارس الافتراضية صارت أداة كتير قوية لحتى المتعلمين اللي من بره البلد يعني صار اللي بيفوت على مدرسة افتراضية بيأخذ شهادة كأنه هو موجود بالمدرسة العادية فأول تاني تالت رافع خامس سادس وبيأخذ وثيقة التزام بالمدرسة وكأنه بمدرسة عادية وهي فتحة أفق للطلاب السوريين اللي هن خارجوا البلد أكيد ولي بدهم مهتمين أن أولادهم يكونوا ضمن المنهج السوري طيب الدكتور طاري خلينا نحكي شوي اليوم يعني ونحن عم نبحث هذا موضوع التعليم وهو موضوع كتير كبير وكل يوم بنقول أنه التعلم ما بيتوقف عند مهارة معينة أو عن تقنية معينة أو عند وقت معين ومثل ما قالنا كل عصر له أدواته وقاله تقنيات ولهذا نرى هذا الجيل شوي مختلف عن الجيل اللي قبله أكيد أول ميزة أنه في كتير مثلا أهالي بخافوا أولادهم يحطوهم بمجتمعات مثلا عايشين ممكن يكونوا بأوروبا بخافوا أولادهم يحطوهم ضمن المجتمع مثلا اللي هن موجودين فيه يعني لأسبابهم الخاصة فهنا نضمن أنه ابنهم مثلا بالبيت ويدرس أدامهم ويدرس المنهاج السوري أكثر من ذلك أنه يأخذ ثقافة البلد اللي هي البلد الأم لأله فمثلا هذه ميزة من الميزات أنه نحن بعض الأشخاص أنه نحن ما بدنا نخلي أولادنا تغطلت مثلا بثقافات غير الثقافة اللي نحن عايشين الميزة الثانية أنه يعني اليوم نموزج التعلم بوجه ظهور الإنترنت وفي ظهور الانتشار الواسع للقنوات اللي على اليوتيوب والميديا الواسعة اللي موجودة على الإنترنت اليوم هذا النموزج التعلم سيفرض علينا أنه نحن نحسن نوصل للطالب ونكون بديل عن قنوات موجودة مثلا على اليوتيوب ما تكون مفيدة فبالتالي هو بدل ما يفوت يشوف فيديو على اليوتيوب فبلا أفوت أنا مثلا على شيء مفيد على شيء علمي على مادة علمية مفيدة هذا الطالب لحي يستفاد منها الآن غير الأشياء الثانية اللي ممكن نحن نقولها سهلت أمور يعني مثلا أنا حتى أروح على مدرسة يريد روح وارجع مواصلات وعجقه وبصقه وبأصرح فكمان أنا سهلت علي الحياة بهذه النقطة فتحط لي أفق أني أنا أحسن روح بإتجاه التعلم الذاتي شو الفرق بين التعليم والتعلم التعليم أني أنا مثلا يكون عندي صف دراسي معلم قاعد عم يعطي درسي أما التعلم اليوم أني أنا كون المبادر أني أنا روح على يكون عندي هدف يكون حابب أني أتعلم شيء معين يكون متفاعل أكتر من أنه متلقي المفهوم التعلم الذاتي أني أنا أحسن لا شوف المعلومة اللي أنا بتناسبني أتعلمه وأحسن أني سيطر علي بما أنه ذكرنا الإيجابيات خلينا نذكر شو سلبيات الموجودة اليوم بتقنيات الحديثة بالتعلم الحقيقة أنا يعني الأطفال بالعمر الصغير بحب أن يخوضوا تجربة التعلم الحقيقي لأنه يعني عم يمارس ثقافات يعني عم يخالط أطفال من عمره خاصة في أطفال حركيين هالأطفال الحركيين هنه ما هيحسنوا يعني يتقبلوا بجوز التعليم الأفتراضي مثل باقي الأطفال فأنا بتخيل أطفال اللي بالعمر الصغير الأفضل أنه لا يروحوا ويمارسوا حياتهم الطبيعية يحسنوا يعيشوا هيك شوي الأجواء يعاشوا الناس يتعلموا ثقافتهم الآن بالنسبة للمستويات الأكبر يعني أنه نحن ننتقل للعالم الأفتراضي بشكل كامل هذا بجوز يكون شوي هيك يلغي يعني ما يكون كتير اجتماعي الشخص أكيد يعني اليوم هيك أخذنا معلومات مهمة عن التعلم وتقنياته وخصوصا التعلم الحديث بمختلف أدوات أتمنى نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي عبدتنا شكرا كتير إليك دكتور وبالتوفيق إليك ياريو شكرا لك شكرا لك